بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم زينات نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل في صحة جيدة ظلت عليكم غالياتي بوصفة ايس كريم من اروع ما يكون ايس كريم الماشينا اتحضره غير في الدار تمتعي روحك ووليداتك في هذا الصخانة هذا وشي لاقي مع القيلة هذك تجيبيها قاديكورني لتبوشيهم لوليداتك تمديهم لهم رايحين يفرحوا بالبزاف وهذا العكريم حبيباتي ايس كريم ايس كريم جربتوا معاكم والنتيجة بزاف 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 جاءت مرضية والاهم ان الوصفة هذي بدون غليكوز بدون افلام بدون حليب مجفف ويتبوشي معاكم بكل سهولة شوفوا هنا يكفي شرانين بوشي فيه يعني مكان حتى صعوبة تكونوا تبوشي وفيه تلميجي ولا اروع شوفوا هنا حبيبتي التعليك نصحكم تجربوا هذ الكريم اكيد رايح يعجبكم ما تنسوش حبوبتي خليوا لي جام ونبدأوا بسم الله على بركتي الله فريس يبيو هنا وش نحتاجوا عندي هذي المكون ولي هو بوضها كما راكم تشوفوا جبن طبيعي طازج طازج والى البتي سويس هسي على المكون طازج ايس كريم يجي فيه مواد مغذية يعني رايح يفيد وليدتكم ماشي ايس كريم وخلاص يعني فيه امار تفيد وليدتكم في صحتهم نحتاجوا هنا يا علبة بتي سويس وعندي هنا علبة تاع يا اورت انه اللي احنا درت الممزوج بذوق جوز الهند ولا لانوات كوكو صدقوني يعني اذا درتوا هذا العلبة تعلي الممزوج هذي تعجوز الهند يعطيكم واحدة البنة من الرواع ما يكون واذا ما لقيتوش يعني تعجوز الهند ديروا اي نوكه تحبوها وتفضلوها انتوما نحتاجوا هنا يا كاس سعى حليب يكون بارد مليح بالنسبة سيعة الكاس خدمت بمئتين وخمسين ملي راهو كبير شوية على الكيسان ليرفضوا مئتين وعشرين نحتاجوا كذلي كاس بودرة لاشانتي هنا حبيبتي لاشانتي هي اللي رايح تعطينا القوان نحتاجوا هنا يا كاس ونصف كاس ناقص منه شوية كما راكم تشوفو هنا ينضربوا جيدا بتضرب الكهربائي حتى نوين اللي يضعف معاكم الخليط وتطلع لكم يعني لاكرم بتاعكم كيما لاموس كما راكم تشوفو هنا اعطيولو وقت انتوما تطلعوا فيه مش يزوش تقايق ولا تقولوا راهو ما طلاش ابقاوا تطلعوا فيه من خمس تقايق واطلع رايح يطلع معاكم ويولي بهذا الكثافة كما راكم تشوفو هنا حبيبتي قسمت الخليطة التاعي على اثنين نص درتلو لاباتا غام تاع الشوينغام اللي يعطيكم واحدة البنة واحدة نوكهة واحدة رايحة ولا اربع ننصحكم تجربوه والنص الثاني درتلو لاباتا غام تاع الفخاز يعني بالنسبة للأذواق لكم الحرية هنا حبيبتي بالنسبة لهذا الأذواق راهي تقعد اختيارية تقدرو تستغنوا عليها كامل يعني تقدرو تحتفظوا يعني غير بالنكهة اللي موجودة في البتي سويس ولا يأورت هذك تعجوز الهند ولا اي نكهة تفضلوها وتحبوها هنا حبيبتي بعد ما درتوهم في البوات كي ما راكم تشوفو ديتهم للمجمد خليتهم مدة ربع سوايا تلقوا باللي يعني ما يجمج يعني يجيكم قاسح بزاف يعني بين وبين هنا نجيب الضرب الكهربائي ونبدأ ونضربوه جيدا كي ما راكم تشوفو حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي يعني كي ما راكم تشوفو الكيفية تح هذا الكريم ولا اسهل تخدميه ثم ثم يعني وتحطيه في المجمد ربع سوايا تجيب ديت ضربيه ومباشرة تقدميه لوليداتك بالصحة والهنا مع هذة الصخانة تفرحيها كوليداتك دي كورنيت على كريم بالنسبة لها كريم هذا يجي بارد ولكن ما يجيش في البرودة تاعه ما يجيش قاسح كماتع برا يعني ما تخافيش كامل انه وليداتك رايحين يمرضوا مع هذة الصخانة رايحة تبردي لهم على الخاضر بالنسبة للأذواق قدكم تقدروا تستغنوا عليهم كي ما تقدروا تديروهم اللي تحب الأذواق تديرهم يعني نحب اللي باطاغم هذا يعطيوني بنا يعطيوني نوكها ولا أرواح هنا حبيبتي راح نعدت لكم يعني كيفش هم بوشي هذك الكريم يجيب هذك الشكل نعدت لكم يعني هذك لادوي ننصحكم تشيريوها يعني البوشة شتحي يجي ولا أرواح هنا نحتاجو طروات علي البوشة بوشة واحدة درت فيها لادوي ودو بوش درت فيهم الكريم كيمارا كماراكومش شفو هنكفش ندخلهم يعني عم deparale لها كاما بعضوهم باش كي يعني كينجين بوشى يخرجوا لي ليدو كولاغ مع بعضوهم سوا سوا نهاي لكم نحتاجو هنا لكورني ونبدأو بوشي ونمدو اللي اللي اذاتنا بصحة ولهنا شوفوا هنالبوشة شتاعو يجيكم ولا أسهل متخافوش اني يطيح وله يعني اي جي شد روحو حتى لو كانت قلبوا الكورني تاعكم ما رايحاش يطح يعني كيمتع برا تماما هذك اللي يجي معلك ويجي بزا فبنين وكتشوفوا في اخر المقطع رايحا يعني ان ندور معاكم الكورني وما يطح ليش كامل نهاي اليكم هنا حبيباتي بزا فتتتقصيبوني على الكورني بالنسبة لي كورني انا كنت شريت كرتونا شيتا من محلات بيع لوزم الحلويات السعر تاعو مشغالي بين طرون تانك حتى الكارون تانك حتى كين حتى الفنتانك كل يعني الكورني والشكل تاعو والحجم التاعو حتى هذك الصغير يعني اللي يدير فيه برا نظن يدير كينز ميل ولا يعني ماهم شغالين إذا تشري كرتونا رايح فيها أكثر من ميات كورني كيما اللي تحب يعني تشري بالكرتونا تشري محلات بيع لوزم الحلويات واللي تحب تشري يعني بالحبة تروحوا اللي يبيعوا لا كريم دو يبيعوا لا كريم راهوا يبيع لكم بالحبة يبيع لك يا إما بخمسمية يا إما بألف على حساب الكورني الحجم التاعو وهاي لكم هنا زي انتوا بشيها تحت توبينج بضبق الفارا ولكن خلص معي يعني ما بقى ليش بزاف كين عاركم تشوفوا شوفوا هنا كيف الشرحية بريي يجي مع الليك لقاوة متاعو ولا أرواع والبنة تاعو ستقوني البنة تاعو يجي بزاف بزاف بنين وما يجيش غير حلو بزاف ولا لأنه فيه غير هذيك لاشانتي بالنسبة ل هذيك علبة الياءور تاني مشي حاجة وكذلك قدرنا هذيك البتيسويس راهي مايش حلوها كامل يعني وصفة رائعة جدا نتمنى حبوبتي تجربوا الوصفة وترجعوا لي بقى رأيكم في التعليقات تلاولي في رواحكم تلاقوا ان شاء الله في عدد آخر وفي وصفة أخرى تلاولي في رواحكم قلكم السلام عليكم ما تنسوا بليش حبوبتي الجام نركزوا لي على الجام اكثروا لي تعليقات هكا بشي طلع على فيديو واستفادوا أكبر عدد من الناس ولي دخلتني جديدا نقول لكم مرحبا بيك ننوريني بالاشتراك تلاولي في رواحكم قلكم السلام